اشتركوا في القناة برئيس الجمهورية كما تقول به عدة أحزاب جيل جديد نقدروا نقوله أنه كان ضد السلطة السابقة كان خرج أفكار وتوجهات وكانت دائما واضحة اليوم حبينا نعرف سيد جلالي صوفيا من الوضع الراحي من حق السلطة الحالية ومش اللي تغير صحيح وش رك تقولي خليني قولك برك كيفاش نوصفوا للإطار العام اللي رانا تحركوا فيه قبل 22 فبراير 2019 كان نظام قائم منذ عشرين سنة غلق كل النوافذ العمل السياسي استغل كل ثروات البلاد لفائدة فئات أقليات يعني ليعطاهم كل الإمكانيات على البلاد وكل ثروات وفي نفس الوقت يتلاعب كان يتلاعب مع طبقة سياسية باش يوزع نوعا ما الأدوار في إطار مؤسسات مفبركة ما عندهاش مصداقية ولكل كان يعرف أنه الانتخابات كانت مزورة وكانت توزيع حصص على المستفيدة في 22 فبراير 2019 الجزائريون خرجوا بقوة بعد في الحقيقة عامل توعي يعني لتوعية توعوي وتعبئة لدامة سنوات من قبل لأنه ما نفكروش أنه بصدفة الجزائريون في 22 فبراير خرجوا لأنه هذا العمل عمل سياسي عمل عميق باش تظهر الحقائق ومو كانش سهل باش الجزائريون يخرجوا بهذك القوة ويتحداوا السلطة اللي كانت عندها كل إمكانيات باش تقمع وباش ترفض أي تهير أنا داك سقط النظام الفاسد يجي وقت التاريخ ونشوفوا يعني ما هما العوامل كيفاش باش سقط أنا داك هذا النظام وكيفاش كانت في الحقيقة معاملة وتعاون غير معلن يعني كل واحد لعب الدورة تعو ما بين الشعب المواطنين اللي كانت هما القوة القاهرة ضد النظام وكذلك طبقة سياسية وكذلك ناس وطنيين في داخل المؤسسات هذا يجي التاريخ ويقولوا كيفاش يعني ما كانش من جهة دولة كلها فاسدة ومن جهة أخرى مجتمع انطفض ضد الدولة كانت في الحقيقة مجتمع مواطنين وكذلك داخل الدولة تيارات اللي كانوا رافضين الفساد ورافضين الوضع اللي كنا عليه فالنظام السياسي السابق النهار مع دهاب الرئيس السابق وشفنا كيفاش مباشرة في سياق دهاب الرئيس السابق صبحوا عشرات الإطارات ورموز النظام صبحوا في السجون صبحوا ملفات تفتح صبحة يعني الفضائح تخرج إلى آخره هل لتمك نسأل نفسنا هل النظام تغير على الأقل جسئيا أم لا ولا ما تغيرش كيفاش نفسر العدد الهائل من الناس اللي صبحوا في السجن والفضائح تخرج للرأي العام ولا تغير على الأقل جسئيا هل من فائدة الحراك والطبقة السياسية تغتنم الفرصة باش تحاول تدفع البلاد والنظام إلى التغيير الكل بطرق سالسة باقتراحات بتعامل مع الجهات اللي بقات في السلطة ولكن كانت يعني رافضة للمسار السابق في ستة جوليا 2019 والذكري كانت عدد من الأحزاب السياسية نظموا لقاء في عين بنيان باش نكونوا يعني صراحة أنا داك جيل جديد ما شاركش في تنظيم هادك الندوة ولكن استجبنا إلى الدعوة ورحنا شاركنا يلي الأسف يلي الأسف نظن أنه جانب من الحراك ما فهمش معنى تاع الحوار أولا وقبل كل شيء في داخل الطبقة السياسية المعارضة قبل ما نعزز الصفوف وباش نقدر نتحاور على موقف موحد مع السلطة فالرفض القاطع لأي حوار داخل المعارضة وأكثر من هذا مع السلطة خلق نوع من الأوهام في بعض الأوساط يعني كانوا يفكروا أنه لأنه الشعب تجند ويخرج كل جمعة وكل يوم ثلاثة من قبل الجامعيين إلى خيره كانوا يفكروا أنه قادرين يسقطوا نظام سياسي ويفرضوا على المؤسسات طبيعة التغيير وبدون انتخابات يفرضوا مرحلة انتقالية ويطبقوا الشعار تنحاوقاع إلى آخره نظن هنا كنا دخلنا في طريق نوع ما رومانسية للبعض ولكن الأخطر أنه كانت جهات تلعب من الداخل ومن الخارج بوسائل لمحاولة استحواذ على الحرك أنا كنت في قلب المعارضة منذ سنوات ونعرف يعني الناس اللي تتحرك ونعرف مليح العلاقات تحهم ونعرف مليح الأبعاد الفكرية تحهم وفي وجهة نظري كان هناك عدد من المخاطر اللي ما نسمحش لنفسي باش ندفع البلاد باش تدخل في مرحلة فوضى وين فيها بداية ولا نهاية طيب دكتور يعني كنت نقطة بالذات يعني ممكن نقول أنه هاد الأمور لخلات جلالي صوفيان أو جيل جديد أنه اليوم يقبل الحوار ويفتح الحوار ويلتقي برئيس الجمهورية نعم هاد اللقاءات كنتم أنتم جيل جديد كنتم من بين الحزاب الأولى ليلتاقت برئيس الجمهورية كيف تقيمون هاد اللقاءات هذا في هاد سياق يعني كان مليحة نعود نوضحه كيفاش كانت الأمور باش نوضح أنه بعد الانتخابات الرئاسية احنا كنا قمنا بندوة صحفية باش نوضحه الأمور ونعطيه التحليل انتعنا لي رايحين نبنيه عليها العمل السياسي قلنا أنا دك أنه البعض اللي كان حب يعني يلغي تماما السلطة ويجيب بسلطة جديدة تحت عنوان مرحلة انتقالية إلى آخر طريق انتهى لأن رئيس الجمهورية اصبح الآن قائم والإرادة تعمحه كل مؤسسة غير ممكنة فهذا وش رح يؤدي إما أنه فئة تصبح تعارض بدون حدود السلطة القائمة سؤال هل لدينا يعني إمكانيات باش نغيره بالقوة النظام ونبني نظام جديد وهذا في نفس الوقت سلمية احنا في وجهة نظرنا كان هذا غير ممكن الخيار الثاني هو كان أنه الناس تقول بلي فشلنا في الثورة ونرجع كل واحد يرجع للمنزل تاعه للدار تاعه وانتهى الامر احنا قلنا لا الحراك جاب نتيجة مهمة جدا والطريق طاويل والتغيير ما يقدرش يكون سريع فعلينا أن نملأ ساحة سياسية بتواجد سياسي ماش بتواجد ثوري والمشكل القائم عندما الأحزاب سياسية المعارضة تنسحب من المجال السياسي تترك يعني السلطة في أي دين ناس اللي كانوا متواجدين من السابق وهي يعني تخدم المصلحة في نهاية الأمر لأن اليوم مثلا لو كان جي الجديد غائد والأحزاب الأخرى اللي زادت قبلها رئيس الجمهورية غايبة شكو لي رح يملأ الفراخ نعود ونرجع للأجهزة السابقة فأنا مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية قبلت مبدأ الحوار ورحت شفت رئيس بعد ما كان بعتلي دعوة وتكلمنا في أنا داك المشاكل اللي كنا عايشينها آنيين ومنها يعني إطلاق صراح عدد كبير من السجنة سجنة الراية أنا داك الأخير وهذا اللي كان بالفعل يعني في شهر فبراير 2020 بعد الانتخابات رئيس الجمهورية يعني بصلاحية تنتعو دار باش العدلة تنصف الناس هادو وتلقوهم إلى خيره المشكل أنه فيها داخل الحراك اللي عندها علاقات مع مراكز مصالح من الداخل ومن الخارج لم تقبل بهذا التطور وعملت كل ما بوسعها باش تواصل الاستضام وحبت جر الجزائر يعني في مرحلة فوضى واستضام ما بين الشباب خاصة وقوى وسلك الأمن وهذا كان خطير جدا هذا يفسر لك علاش جيد جديد دائما يعمل باش يخلق قنوات الحوار في نفس الوقت ندافعوا دائما على نفس المبادئ وندفعوا على نفس الخيارات وندفعوا على نفس البرنامج تعجيل جديد عمرنا ولا نزعنا الثياب تعجيل جديد باش نصبحوا يعني موالات ولا شي من هادو النوع فالخطة تعجيل جديد هي راهيك اليوم واضحة وانا بكل صرور شفت أنه عدد من الأحزاب السياسية منها اللي كانت ربما عندها موقف متشبت ولا نوع ما قاسي تجاه الحوار اليوم ما رأيك قبلت يعني الدخول في الحوار وتفهمت أنه التغيير يجي من خلال نوع من تفاهم أو توافق شامل وليس بعلقة قوة يعني أنا نكسرك ولا تتكسرني نخضعك ولا تخضعني هذا ما يديش للخير طيب دكتور في نفس المقطة اللي كنت تحدثت عليها كنتم من بين الأحزاب ولا نقول الوحيدين الأوائل اللي طالب بإطلاق صراح لمعتقالي رائي كيف شتوفوا اليوم هذا المطلب أمام يعني نشوفوا أنه الحكومة تقول أنه تصرح أنه ما كانش معتقالي رائي نعم فشتوفوا أنتوما هذا المطلب هل هي سهل للتحقيق أنه لا نظن لازم نكونوا صراحة ما زال كاين بعض الجزائريين سياسيين معروفين نراهم في السجن درك احنا ما نفتحوش احنا ما ناش العدالة وما ناش هنا يباش محكمة يعني نقولوش كون عندو الحق وش كون ما عندوش الحق ونعرفوا كلنا في حالة يعني حالة طورية كان طبيعي بعض الأحيان يكون تجاوز الألفاظ ولكن بعض الأشياء اللي ربما ما نقوموش بها في حالة عادية الآن لازم نجاوز هذا الأمر نظن أنه لازم يطلق صراحة الإخوان اللي يراهم ما زالهم في السجن بعض الأسماء يعني غير ما نظنش أنه فيها يعني فائدة في هذه العقوبات لبعض الصحفيين ولا سياسيين ولا ناس لي مهما مهما الأخطاء اللي ارتكبت ربما لأنه لازم ندرك نعودو لمشم للجزائريين هل في أسماء ركزتوا عنيهم؟ والله هنا ننجم يعني نتكر أسماء مع معروفة سياسي راشيد النكاز ولا سياسي علي غديري ولا سياسي خالد درارني ولا انتهى الأمر يعني مهما كان الأشياء اللي في الملف أنا ما نعرفوش تاع العدلة ولكن مهما كانت الأشياء لازم نجاوز هذه المرحلة ونتلق صراحهم الآن بعض الشباب كذلك مرة أخرى أنا ما نعرف شوش كاين ممكن يعني تجاوزوا بعض الحدود نتكر موحد قاسمي من أضرار ماذا بنا هدو كل عاودوا يسيبوا الحرية تحهم ونعاودو من جديد نبني وتلاحم داخل المجتمع ومدام يعني رئيس الجمهورية مصر على الحوار وهذا شي مهم جدا لأننا يعني نأكد أنه عندما نقارن ما بين المنهج العملي تاع رئيس الحالي سعب المجتمع مع رئيس سابق نشوف فرق كبير في مدة عشرين سنة الرئيس سابق لم يستقبل ولا مرة واحدة رئيس حزب وأكتر من هذا رئيس حزب معارض مع الرئيس الحالي في مدة سنة استقبل عدد كبير من المرات رؤساء أحزاب وعدد كبير من الأحزاب وعدد كبير من الشخصيات إلى خير هذا يدل على أنه هناك رغبة في الحوار الوصول إلى توافق العمل الجماعي إلى خير نظن أنه هادو أشياء إيجابية لازم نستثمر فيها كطبقة سياسية من صالح المعارضة أن تتكلم مباشرة مع الرئيس وتوصل له يعني الاهتمامة أو الأشياء التي تقلق يعني المعارضة نظن أحسن من أن نتكلم إلا بالبيانات ولا باستجوابك في صحفات ولا هذا الاتصال المباشر نظن مهم جدا وخاصة خاصة أنه الرئيس عندما نلتقوا به ما يحدد لكش الموضوع ما يقول لكش أنا تكلم لي في حاجة برك وما تكلم ليش في حاجة أخرى ما كاش تجدوا الأعمال حرية مطلقة نتكلموا بكل سهولة ما كانش تهرب من المواضع نظن هادية شي مهم باش الرئيس يسمع وتلحق كل المعلومات من كل القنوات وتخليه يخد القرارات لتناسب الوضع دكتور يعني من بين أهم مطالب الأحزاب اللي التقت الرئيس منذ يومين كان التغيير للحكومة الجدري بعدما أثبتت قدر قولها حكومة جراد محدوديتها بتصريح الرئيس يعني اليوم هل أنتم ما كنتم من بين المطالبين بهذا التغيير هل أنتم مع حكومة تكنقراطية أم حكومة سياسية خلينا نتكلموا بكل صراحة احنا في جيل جديد رغم أنه شاهدنا عدد من النقائص في الحكومة ولكن مدرنا هاش كمحور في الاتصال تعنا لأن احنا عارفين كيفش جاءت هذا تكونت الحكومة في دوره في استثنائية رئيس الجمهورية سنتين من قبل كان هو نفسه وزير أول وشفنا كيفش يعني الحالة كيفش انتهت مهامه المهام تاعه ما كانش هو رئيس حزم ما كانش محضر طاقم ما كانش فكدخلنا لمرحلة الانتخابات وبعد الانتخابات رئيس الجمهورية عين أنا منش عارف يعني كيفش تعينت الحكومة ولكن في نهاية الأمر هاد الحكومة نقدروا نسميها حكومة انتقالية تقنقراطية تركبت يعني بوجوه اللي ربما مايش متكاملة بينها ما كانش طاقم لي عنده انسجام عنده خطة سياسية عنده ولكن ما تفهمين الأمر انها هادي مرحلة لازم نمرو عليها ومنذ الاستفتات عامل نوفمبر جاء دستور جديد الآن هاد الحكومة كانت قبل الدستور الجديد والدستور وش يقول لازم تكون انتخابات شريعية لتعطي أغلبية والأغلبية هي اللي رايحة تساند تساند إما وزير أول في إطار برنامج رئيس الجمهورية وإلا رئيس حكومة في إطار أغلبية لجمع المغارضة فالحكومة الحالية واضح أنه مدة الحياة تتحى منتهية على أقصى حد من الانتخابات الشريعية اللي تكون ربما في شهر جوان درك حاليا أنه قائس أداء الحكومة ترجع تحت مسؤولية رئيس الجمهورية لأن الجهاز التنفيذي تحت مسؤوليته فحنا بطبيعة الحال متفاهمين ولا يحب يدير تغيير ولا من صالحيته ليس من صالحيتنا حنا وش يهمنا أنه نروح في أحسن شروط في أحسن يعني تكون البيئة مهيئة البيئة السياسية باش نروحوا إلى انتخابات تكون شفافة وتخرج لنا برلامان يمثل الإرادة الشعبية وبعد ذلك تنبثق منه حكومة حسب إرادة يعني الأغلبية وتبدأ هدك تشرع في العام الاتحاها هدك الوقت نقول لهم حسبوها يوم بعد يوم طيب دكتور يعني أنتم اليوم شوفوا أنه الانتخابات الشريعية وأن حل البرلامان هو أولوية لحل المشكلة لازم لأن اليوم راح عندنا برلامان لتعين ما نقولش انتخب في 2017 تحت رعاية الرئيس السابق احنا ما زلنا عايشين تحت المؤسسات السابقات عن نظام الفاسد و الكل يعترف أنه هاد البرلامان مزور ناس تعينت وزعوا الحصص على الأحزاب السياسية فيها المال الفاسد كل هاد الظواهر اللي نرفضوها فحتى وإلا ما ضغطناش باش نعرفوا كلنا هاد السنة كان جائحة كورونا كان تعطلت المرض الاخيرة ولكن حان الوقت الآن باش تتغير غير معقول نزيد ونمشي ومعاهد المؤسسات والشعب الآن تاني ينتظر التغيير لازم يتجسد في الواقع لازم يعرف النواب بتاعه يعرف شكون اللي راه يخدم حتى في المحليات لازم تعود المجالس المحلية البلديات أنت تعرفي أنه على أساس 1541 بلدية كانوا حولي تلتميال يا راهي معطلة ما يش تخدم إيه لازم ننجوزوا إلى مرحلة أخرى درك الإدارة العامة المركزية والإدارات المحلية كلها معطلة لأن الانتخابات في السابق كانت بالأموال بشراء المقاعد لازم ننتهي من هذه الظاهرة نخرج منها ما قد نقوله أنه جيل جديد اليوم استعد أنه يخد الغيمار تعمل تشيئيات المقبلة؟ والله يشوفي الكلمة النهائية ننتظر القانون الانتخابات لأن هناك فيها بعض الأشياء اللي احنا رفضناها وقلتها مباشرة لرئيس الجمهورية قادية بش الأحزاب السياسية تقدر تقدم مترشحين قوائم لازم ما بين الشروط أن تكون تحصلت في الانتخابات السابقة على الأقل ربعا بالمام الأصوات هذه وش معنتها؟ أنه سنبني مؤسسات في المستقبل على أساس مرجعية نظام فاسد وهذا ما نقبلوش فأنا لحيت كثير على هذه النقطة باش إما كل الأحزاب السياسية تكون سواسية إما ننطلق من جديد على أساس الإمضاءات وإلى نعفيو الأحزاب السياسية من الإمضاءات وخليوا المنافسة حرة الآن في الانتخابات اللي من بعد يكونوا يعني ضوابط مفهوم لأن المشكل ما لازمش نسقطو تانيك في ساحة سياسية في ها نوع من فولكلور اللي يجي يحبي يتخلو يدير بي بكل سهولة ويصبحها يعني مترشح وكلش نقول لي ونخلطو المفاهيم وعند الشعب يقول لي ما يفرقش لأنه حزب سياسي المفروض أنه عنده مشروع مجتمع وعنده برنامج حكومي وعنده إطارات واضحين يعرفهم عنده مناضلين نخرجوا من الحالة هذه تحكين اعتماد عندي في الحقيبة التاعي ومن بعد نروح نشوف في الولايات تحب تدير مترشح رواح عطيلي شوية دراهم ونديرك مترشح وقول لي هذي مش سياسة هذي ما نقدروش نبني دولة وإحنا رأنا في مرحلة وين الهدف استراتيجي تاع البلد هو بناء دولة القانون أكتر من نشوف لازم نسيره الإدارة لازم نحول بورقراطية لازم ندفعه باقتصاد جديد لازم نخرجه من الاقتصاد الريعي وندخله في الاقتصاد المنتج لازم نبنيه السكنات لازم نخلقه مناصب الشغل لازم تكون عندنا منظومة صحية قاوية كل هذا نرتبه ولكن ولكن ما نوصلوش للأهداف كلها هذي ولا ما عندناش الشروط الأساسية وهي دولة القانون والديمقراطية واش تعني؟ أنه القانون فوق الجميع أنه نحترم أصوات الشعب أنه الناس تحترم القانون في كل مستويات أنه الإدارة ما تزيدش تكون فيها رشوة أنه العدالة تصبح مستقلة أنه الحريات الفردية والجماعية تكون مضمونة فالجانب السياسي هذا مهم جدا لأنه هو ليهيأ الشروط باش ندخل في مرحلة بناء الجزائر دولة القانون هي الحجر الأساس ليخلينا ننتقل إلى مرحلة نوعية أخرى طيب دكتور نعود نولو نقطة لقاء الرئيس بالأحزب احنا شفنا أنه الخطوة للقاء جيل جديد برئيس الجمهورية تلقت العديد والعديد من الانتقادات وكنا شفنا أمس كذلك حزب الأفافس اللي تلقت قريبا نفس الانتقادات اليوم يعني وش رأيكم في هذا خاصة أنه نشوفوا هل يمكن القول أنه هناك فهم خاطئ للعمل السياسي آه واضح شوفي وانا من نفهم نفهم ليح هذا الفئة على الرأي العام لأنه يا أخي يقول لك بالعمل يقرصوا لحنا شي خاف ما الحبل المجتمع الجزائري التخدع وكذبوا عليه وزوروا له كل شيء وكل جهة المعاملة على السلطة والإدارة ما بقتش ثيقة وفي مخيال الجزائري كل من له يعني دور في السياسة ينتمي للطبقة السياسية مهما كان في المعارضة ولا مش معارضة ولكن في المخيال تعالوا كامل في شكارة واحدة يعني كامل كيف كيف ويرفض كلش إلى خيري أنا متفهم هذا الجانب الآن نقول لإخوان هادو ما اللي عندهم نظرة الآن يعني تقريباً يرفضوا كل شيء نقول لهم أنا نتفهم مبدائياً الرفض انتعكم ولكن الرفض هذا يا هل يؤدي إلى نتيجة؟ هل ممكن نصل إلى التغيير عندما نرفض كل شيء؟ أولاً ثانياً عندما نخون كل الناس بهذا الطريقة أنا نقول مش طريقة عادلة مش مليح لأنه ما نقدروش ننتجو طبقة سياسية اللي في بعض الأحيان لازم تأخذ نوع من الخطورة في تأدية المهام السياسة مسؤولية أنا ولا تنتظر مني أنه نخرج للشارع فقط باش نقول الشعارات هاو يتنحى وقاع ونغيره وما نقبلوش ونرفضه هذا مليح يعني نعبره على الاستياءة تعناه ولا على الرفض تعناه ولكن أنا كسياسي ما عنديش الحق نتخبى وراء شعارات لي في بعض الأحيان الشعب يقولها تلقائياً ولكن ما عندوش الأدوات باش يحققها نصبح أنا هاديك هي الانتهازية أنا باش نحمي صورة تاعي ونحمي صورة تاع الحزب تاعي نقعد نردد إلا ما يقول الشعب ولكن ما هي النتجة في الأخير فإذن أنا لازم ننشر وعي لازم نكون طبقة سياسية لتكون حقيقة عندها مبادئ وتتحاسب شي طبيعي جداً ولكن لازم تتحاسب على مقاييس موضوعية يا أخي ما تنكرش الناس برك اللي أن نترك في حالة رفض تهم تلقى وش راح يكون في الواقع الواقع أنه الإخوان هذو اللي عايشين في ننجم من قول الفضاء الإفتراضي هذ الناس ما حبينش يدخلوا في اللعبة سياسية ورافدينها وربما عندهم الحق ولما عندهم شانا ما نحكمش عليهم ولكن في نهاية الأمر ما يكون عندهم حتى تأثير على الواقع ولكن الطبقة السياسية اللي عندها رغبة في التغيير ومارسة المعارضة وعندها برامج إلى أخير نفتارد قال احنا في جيل جديد والأحزاب الأخرى قال اوكي احنا هذ السلطة ما تساعدناش ما ندخلوش الانتخابات وما نتكلموش معها ونغلقو الأبواب وخلاص انتهى الأمر انتهى غدوا يروحوا الانتخابات هل احنا قادرين نحبسوا الانتخابات لا والانتخابات يكون يعود يجي يعود يجي لك كانوا دايما هنا لأن الطبيعة ترفض الفراغ دركوا ولا انتوما راكم تكسروا كل المعارضة باش تخليوا المجال مفتوح إلى الأجهزة السابقة هذه من مسؤوليتكم لأن انت فرك في الشارع كل جمعة حبيت خرج الشارع ما بنقوسين عند هكتر من سنة لأن انتهى الشارع نقولوا باللي ما زلتوا في رأسكم وفي الفيسبوك ما زلتوا وراكم ديروا الحراك ولكن الهدف استراتيجي التعكوش هو أن تمنع على كل جزائري اللي عنده كفاءة وعنده نية في التغيير وتقولوا ما تدخلش للميدان وتخلي الميدان فارغ للناس ليه انتهازيين وربما سراقين وإلى آخر ما هي الفايدة ولا حبيت تخلق من خلال هذا التناقض حبيت انت برك تسقط النظام بهذه الطريقة هل ممكن ثانيا هل هذا هدف سياسي ولا باش يسمح لنا واش صرع لعدد من البلدان الجيران ومن بعد تقولي النفوذ الخارجية تدخل في البلاد أنا ما نظنش بالليه هدايا يعني برنامج فيه فايدة حنا بالعكس حنا ما دابنا نحضروا طبقة سياسية جديدة جيل جديد الناس عندهم كفاءات والروح اللي كانت تتحرك في الحراك في السنة الأولى هذك الروح تعد تغيير والإصلاح والكفاءات إلى خير هي اللي تدخل داخل المؤسسات ونحن يعني في الدكرة السنوية الثانية للحراك اليوم أممت علي الأصوات بعودة الحراك من جديد والخرج إلى الشارع ما تشوفوش دكتور اليوم اللي لازم نخلقه طبقة اللي يتمثل هذ الحراك طبقة سياسية واعية اللي يتمثل هذ الحراك شوفي أنا منذ سنة 2019 في الحقيقة حتى في البداية كانت هاد الفكرة تاع نهيكل الحراك ما خبيش عليك أنا في 26 فبراير 2019 يعني أربعة أيام بعد اندلاع نقول الثورة ثورة الابتسامة نذكر أننا نديك احنا كنا ندينا للخروج في 24 فبراير قبل النداء تاع 22 ولكن شاركنا في 22 وشاركنا في 24 وفي 26 درنا لقاهنا في مقر الحزب مع أغلبية الوجوهة المعروفة بدون تسميتها في كل أسلاك سياسية نشاطة محامين إلى آخرين لكل الناس اللي كانت معروفة شوية عندها عندها يعني صورة في المجتمع التقنا هنا والاقتراح كان أنه مدام بدأ حراك شعبي كانت في البداية تماما خلينا نتفق حول أهداف استراتيجية لنقترحها للمواطنين ونحاول نقطروا هذا الحراك باش نوصلوا إلى مرحلة تفاوض على أساس أرضية تكون موضوعية وشاملة أنت تعرف أنه في جيل جديد منذ نشأة الحزب ونحاول نعمل مع الطبقة السياسية نذكر برك بسرعة في 30 مارس 2013 قبل مرض الرئيس بوتفليقة كنا درنا اجتماع علني مع سيحمد بن بيتور وسيحمد مشاطي ربي يرحمه باش نرفض العهدى الرابعة ثم شاركنا في حركة بركات ثم درنا اللقاء التنسيقية للحريات والانتقال الديموقراطي وحضرنا اللقاء مزافران الأول في 10 أجوان 2014 ثم خرجنا بتأسيس هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة كل مرة نحاولون نجمعه ونخدمه مع الإخوان درنا في 2018 مواطنة درنا ولكن فهمنا فهمنا أنه يا للأسف الناس عندها حسابات سياسية دائما الحساب السياسي والأنانية تطغى على العمل السياسي وقلت لك زدنا رغم كل شي محاولة في 26 فبراير 2019 ومبعد درنا نتيجة يعني ما نقعدوش نديرو نفس الأخطاء طول الوقت أنا أنا دك صرحت وقلت هيكلة الحراك كحزب واحد مستحيل وما وش ما وش هذا هو الهدف لأن نعودو نبنيو يعني فكرة الحزب الواحد ولا روحوا نديرو جماهيرية كما في ليبيا ما عندهاش معنى خليونا نتنظموا داخل الحراك كل واحد على أساس الفكرة تعو على أساس التيار لي ينتسب إليه وخليونا نديرو أحزاب متعددة مع برك أفكار لتجمع الكل يعني تكون سلمية المظاهرات نطلب ببناء دولة القانون نتقبل بالحوار لأن هذا هو اللي يدينا إلى خيره يلي الأسف الإخوان يعني ما تفهموش هذا الخطة وكل مرة يحاولوا يعودوا يجمعوا الناس كامل وانت ما تقدرش تجمع الماء والنار كل واحد عنده نظرة تاعه كل واحد عنده الخطة تاعه وخليها في الحرية علش ترغم على كل واحد باش ياخذ الخطة تاعك خليه في الحرية اللي راح نتنظمه هذا ضد الخروج العشوائي هذا ضد الخروج العشوائي وضد فكرة محاولة هيكلة الحراك لأن هذه فكرة مستحيلة والدليل احنا في شهر مارس نسحبنا من حركة مواطنة وقلنا مدام الشعب يعني حب يسترجع المواطنة تاعه احنا نتحرر من هذا العمل تاع المواطنة مدام الشعب هو لي يقوم به ونعاود نرجع إلى العمل الحزبي نكتفي بالخطاب لناسب المنادلين وأنصار الحزب ومنحاولش أنا ندي الحراك الناس ما فهمتش هاتش الناس تظن انه الحراك موجة قوية وكل وحد يحب يتموقع مع الحراك باش يخدم الصورة تاعه والغريب انه هاد الناس يعني يشوفوا فينا احنا قال لك انتم انتهازيين والواحد يعود يرجع للمسار التاريخي تاع كل وحد وهو يشوف وراء الانتهازية الانتهازية تركب على موجة وتردد خطاب شعباوي وتحب تظهر كأنك باطل والبعض انا نقول لك هما حابين حتى يستفزوا يعني السلطة باش يمروا من السجن لان السجن يعطي انطباع انا كنا يعني انا نظن انه هاد المعاملة مايش معاملة لتلائقة بالمرحلة اللي رانا فيها ممكن يعني يكون سؤال اخر دكتور نعطو حق شوية للسلطة الرابعة الصحافة الالكترونية اليوم راهي امام منعرج صعب اليوم هل احزاب ولا اللي التقات مع رئيس الجمهورية كانت للسلطة الرابعة حق يعني اليوم الحكومة انه على لسان وزير الاتصال قال انه المستقبل للصحافة الالكترونية واضح لكن يشوفوا اليوم انه حتى القانون لم يفرج عنه يبقى مصيره مجهول نعم انا افتحت الملف مع رئيس الجمهورية ولكن قال لي يعني بكل صراحة قال لي الملفات هذه حساسة لتطلب يعني تفكير من الاحسن تعالج من طرف حكومة لتكون عندها كل الشرعية لتنبتق بين البرلمان قال لي في الوقت هذا ان الملف واش فيه فيه التلفزة الخاصة فيه يعني الصحافة المكتوبة وفيه الصحافة الالكترونية الى اخير فيه نوع من ترتيبات عدة لتتحضر ولازم يكون توافق والتوافق هذا في بعض الاحيان لازم يكون نوع من تحكيم من قبل السلطة لان المصالح متناقضة حتى في اوسط يعني الاعلان لازم تكون حكومة عندها كل الشرعية باش تقدر تفصل في بعض الامر فهو مهتم بحرية صحفة وفي لقاءات اخرى يعني كان اكد لي على انه الصحافة من منظوره عندها الحق تمام ان تعالج كل ملفات وكل اشكالات بكل حرية المشكلة المشكلة كنا فيه هو انه كان نوع من انزلاق وين بعض بعض الاخوان الصحفيين صبحوا يستعملوا في هذه المهنة كمنبع ثروة صبحت استفزازات صبحت يعني بعض الاحيان يعني قطف مباشر تشويه صورة الناس وهذا كان انحراف خطير فكان لازم يكون حد لهذه الانحرافات ونخلي الصحافة تتكلم بكل حرية على مشاريع مجتمع انا ما شفتش السلطة يعني تجي تمنع الواحد لانه دافع على مشروع شيوعي ولا ليبرالي ولا طروسكي ولا كل واحد حر في الافكار وكي يكون ميلف حقيقي في فساد ولا لازم يتقدم للرأي العام ولكن هذا العمل الخبيث يعني لكسر اعظام بوسائل العلام هذا لازم نخرج نهائيا من هذا العمل غير مهاني غير اخلاقي وفي نهاية الامر يخدم ضد الاعلام وضد البلاد لذلك هذا مش مقبول لذلك لازم نروح الى فتح المجال واسع ودعم دعم الصحوف الالكترونية لانه بعد سنوات نظن قليل جدا ليقرأ في الجريدة وراقية شكرا جزيلا لكم شكرا لك شكرا مرحبا ат Ingrediente اشتركوا في القناة یهم اشتركوا في القناة اليوم شكرا جزيلا